اشتركوا في القناة والشعب السرياني ولكن اليوم مجموعات كبيرة وجهات رسمية عم بتحاول تشويه التاريخ اليوم في كتير من السريان على مر التاريخ نقلوا الحضارة إلى العرب اليوم هل ظلم السريان أنفسهم عن طريق طمص التاريخ ونسبه للعرب وكتير من الأمور رحل ناقشة وتحديدا هل سعت الكنيسة لحرق كتب سريانية على مر التاريخ وهي طمصت أيضا تاريخ السريان محصورة أصبحت اللغة السريانية بين جدران الكنيسة وكتير من التفاصيل بحلقة جديدة من طوبة لمن آمن مشاهدين في هذه الحلقة ما اخترنا العنوان ولكن العنوان الأنسب لأيكون هو السريان بشكل عام والسريانية بشكل خاص وللناقش هذا الموضوع رح رافئني أبونا الربان كرلوس بابي مدير دائرة الشؤون القانونية والمحاكم الروحية ومدير المقر البطرياركي في العطشان لبنان بارخ مور أبونا الله مباريخ الله يبارك فيك يا كرم وربنا يعطيك ثبات واستمراري بهالعمل النشيط والهادف لنشر الكلمة وإيصال الفكرة الحقيقة للعالم عامين أبونا إن شاء الله نكون هيك عم نقدر نوصل للناس ولهيك اليوم صار من الواجب نحكي عن تاريخ السريان لأنه اليوم عن يوم في محاولات لطمث هيدا التاريخ وكأنه بيقصد هيدا الشعب المعطاء هيدا الشعب يلي قدم كتير من الأمور عم بيحاولوا يشوهوا تاريخه لحتى نتعرف رح نتسلسل بالأفكار اليوم نحكي عن تاريخ السريان نشأتهم وتشكل اللغة السريانية كيف تشكلوا وكيف صاروا متل ما بنعرف إنه إذا بنحكي بداية بيشهد الكتام أدس من بعض الطفان ولاد نوح يلي هنن ثلاثة يافث وحام وقرام يلي هنن انتشروا بهالبقعة الجغرافية بدءا من الأعالي إذا بنقول جبال شمالية للعراق وسوريا وكيف انتشروا وبقيوا بقبائل منتشرة بالوسط وباتجاه السهلية اللي هو سهل بابل كيف هيدا الانتشار كان عبي تم بتنفيذ كمان أيضا عبي جدد الرب الوصية ويذكر فيها أولاد نوح وخاصة نوح بالذات إنه أكثر وملأوا الأرض صحيح فهيدا الانتشار كان هي تحديدا رقعة جغرافية الشرقية أول ما الشرقية هلا زاد العدد وانتشر وكان الهدف من السوريان بهديك الفترة مع الشعب اللي عبي ينتشر إنه كان عنده هدف إنه هو كيف يبني التجارة كانت الأمور السلمية إخدها اه اه اتطور ولجأ إنه يستخدم اللغة والحرف لأنه العلاقة التجارية تحتاج إلى لغة وتواصل مع لغات سائر شعوب خاصة من بعد قصة البلبلة والتبلبل الألسنة اللي حمل معه إنه شعوب تقصمت وانفرزت كل واحدة باتجاه ولكن من شوف إنه هذا الشعب بلش يتكاتر ويأسس لقلهم مثل عبارة عن مستوطنات ومستعمرات إذا بدي أقول نتيجة إنه تفتيش قوة شي عن مصدر المياه اتنين الموارد الطبيعية المتاحة اللي بيأمل له بتأمل له قوة شي الحماية الطبيعة شو بتأمل له من الحماية وتاني شي بتأمل له القوت اليومي مقاومات الحياة وبالتالي تماماً وبالتالي إنه المكان الخصب ووفرة المياه بيعتبر إنه إله هو معه هاي كانت النظرة الشائعة عند الشعوب القدامى لبل إنه ما كان فيه تطاحن بين بعضهم كان كل واحدة تجعل لها مملكة مستقلة عن التاني لسبب بيقولوا المؤرخين إنه كان فيه انتشار شاسع بالشرق ما كان عندهم قوة عسكرية ما كان اهتمامهم لبناء أمبراطورية شأن لحتى تاخد أطمع وطموحات للسيطرة على بقية الممالك ما نشوف عند الأشوريين كان عندهم هن قوة جبروتهم كان هو السلاح الحربي كانوا معتمدين على الأمور الخطة العسكرية بينما البابليين أو الكالدوية يعني هن اللي بيهتموا بالفلك فيما بعد هن كتبوا شي عن الأمور الفلكية وحتى بيبين معنا من خلال الأقدم المخطوطات هي بتعود لقصة أسطورة جلجانش يلي كتبت بخط الأكادي ما نشوف إنه كان هيدا الشرق هو خزين من الفكر من التطور كان أيضا مهتم بالتجارة إلى جانب يلي هن السريين كانوا متشارين بالشرق كانوا عبارة عن ممالك صغيرة أو إذا بدأوا قول كحكم ذاتي بيتعينوا أو هن مشرف عليهم كانوا الأشوريين وبعد الأحيان كانوا البابليين بس لفترة بالألف ومية قبل المسيح منشوف إنه من خلال المخطوطات والكتب والمؤرخين إنه بهديك الفترة كان اشتد الصراع والمنافسة على التجارة من هو الأقوى؟ منشوف هوني السريين اللي كانوا هنين بدماشق بين السريين اللي كانوا بعنجر بصوبة يعني كان في تزاحم من الممالك عم تتزاحم بين بعض البعض هاي عم نحكي قبل المسيح وشي اللي خلى إنه هاللغة تنتشر هي بسبب سببك كان هي التجارة أعطي مثل بسيط كتير اليوم كيف حتى تقدر تسوي البضائع اللي عندك من خلال اللغة قبل بالقرن التاسع عشر والعشرين بلشت استعمار الفرنسي والإنجليزي والهولندي من ناحية الشرق خاصة بالقرن العشرين منشوف القوة الجبروت الأمبراطورية أو الدولة الأمريكية بالأحرى كيف بنت لقلة مستعمرات عبارة عن قواعد بس لحتى تقدر تسيطر بتجارتها العالمية نشرت فيها اللغة الإنجليزية صحيح لحتى تقدر تكون إلى شأن في العالم لكن احنا عم نحكيهم بالتاريخ اليوم أبونا وعم نحكي عن فترة زمنية مثل ما قلت كانوا ممالك صغيرة السريان فيها لكن هاي دي الحضارة اللي عم نحكي عنها سبقت الحضارة العربية إذا فينا نسميها حضارة أو وجدت الحضارة العربية بعد السريانية طبعا سبقتها بأكتر من قرن يعني عم نحكي أكتر من قرون حتى لأنه لأنه الحضارة العربية إمتى ظهرت ظهرت على الساحة مع الفتوحات أو الغزارات الإسلامية أو بدي سميها الغزوات هي بالأحرى حتى ما ناقد لأنه هن بكتاباتهم بيقولوا عملوا ثلاث غزوات وهذه الثلاث غزوات شأنه فيها حروب يعني اليوم إذا بقلك كيف سميت غزو غزوة أحد وخندق وغيرة كانت هي عبارة عن معركة صغيرة معركة دارت بين قوامة يعني خمسين رجل أو مئة رجل وعنها هي هالمعركة الكبيرة وهن نسموها بنفسهم نسموها غزوات بقصد الاحتلال طبعا فلاش نحن حتى إجي هلا بها الفترة وقول إن هي فتوحاتية لا هي كلها غزوات ما في شي بيصير بمعارك على الأرض إلا ما بيقول لك إنه الحي ده غزو ما أنه فتوحات هو احتلال لبلاد غير عربية أساسا بس اللي بدي أقل لك شغلة إنه حتى لهالفترة كان في يسمون عرب صميوا عرب لأنه هنن جامل تسمية تسمية سريانية لما بتقول معربو أو الغروب أو اتغربو عرب أو بهالتسمية معناتها إنه هنن يلي بينتموا للطرف الغربي من نهر الفرات ومثل ما هي معروفة كان دايما بالتاريخ ولدى المؤرخين خاصة اللي حكوا عن التاريخ الفارسي والروماني كانوا يقولوا إنه نهر الفرات ونخط كتير عريض صعب على الجيوش تشتازوا من ضف إلى أخرى إلا من خلال القوارب يكون فيه جسر يمدون لا يقدروا ينتقلوا فهيدا النهر على ضخامته وطول امتداده يشكل الفاصل الطبيعي للحدود بين الأمبراطوريتان الفارسية والرومانية لما سمونا إنه هالكتاب أنزل للعرب هنن الساكنين غرب الفرات أو يالهن تجاه عم نسميها هي الصحراء شبه الجزيرة طيب اليوم أبونا السريان لعبوا دور كتير كبير بترجمة كتب بتقديم كتب تحت فرض السيف خلينا نسميها للعرب اليوم كيف ساهم السريان بنقل الحضارة والفكر السرياني إلى العرب لحتى نسب لإلهم ليش فعلوا هيدا الشيء أصلا؟ من أيام مع الغزوات ولما دخلوا إلى دماشق بـ 636 وسقوط بغداد بمعركة القادسية متزامة بنفس السنة حتى بالنهاية إنه بتشوف إنه مع عبد الملك يلي هو من اللي إجوا بالخلافة الأموية بيقلك إنه كيف كان إلهم دور المسيحيين في وضع مدميك للسلطة المدنية للأحوال الشخصية إذا بدي أقول للأمور التعامل والدجارة والأمور الإدارية للخلافة كانوا هنن المسيحيين بشكل عام والسوريان بشكل خاص يلي كان هنن دور كتير كبير في وضع هالمدميك والقصص ليش؟ لأن هنن إجوا من الصحراء وكلمة حضارة ما نحكي حضارة هو من حضرة يعني قاعد على أرض ثابتة بينما البدو هي عبارة عن قبائل رحل ما في شي ثابت ما في شي بيبني فيه إشياء ثابتة على أسس متينة تبقى وتشهد لها التاريخ أو السنين فلذلك هن عبارة عن بدو قبائل رحل ما كان بيعرفوا الحرف حتى صح لذلك ساهموا كان لهم دور كتير كبير لترجمة الكتب اليونانية إلى العربية واستعانوا بمين؟ استعانوا كلها بالرهبان والكتابي اللي هن كانوا صريين إن كانوا مدنيين عم بحكي علمانيين أو كهنة إكليروس فهل اللي كرسوا نفسهم للترجمات ولكن شغل اللي عملوا وخاصة فيما بعد مع العهد المأمون وفترة الخلافة العباسية بتشوف إنه بلش يحكوا عن فترة العباسية إنه كان إلى مركز ثقافة عالمة كانت عبدالضاهي الفلسفة الموجودة عند اليونان والأغريق أو بيزنطيا لأنه صارت هي بيزنطيا بها ديك الفترة ولكن كان إلهم دور كتير كبير شو كان هدف من هالترجمة كانوا يجوا الرهبان السريان يترجموا من الكتاب اليوناني إلى العربية بس قبل ما يوصلوا للعربي كانوا يترجموا كل كتاب يوناني إلى السوريانية فيما بعد من السوريانية إلى العربية وجعلوا إنه تكون حلقة الوصل بين اللغتين هي السوريانية وحتى بتشوف إنه الحرف العربي ما كان إلو تنقيط أبدا دخل هالتنقيط مابعد ماريا عقوب الرهاوي يعني حط واستقطب التنقيط الموجود عند اليونانيين وشكلها ودخلها على الأحساب أسبونا لشيز الموحران هيك؟ يعني ليش اليوم السوريان ساهموا بيطمس تاريخهم ونسبوا للعرب؟ مش نحنا اللي طمسنا التاريخ نحنا كنا محطة صراعات الدول العالمية أطماع الدول على الشرق هي اللي خلي تراجع إذا بدي أقول الفكر أو حرق الكتب أو ما شابه من طمس تاريخ عريق لشعب كان عبيسكم بهالشارق وما كنا نحنا السبب يعني لا يلاموا السريان بهذه كل الحرب؟ أبدا إنت لما بتشوف إنه إذا الحروب عبيتطاحن فيها الكبار ونحنا بالوسط نحنا اللي بناكلها أنا ما بيأكلوها طب شوش ما خلاهم يصيروا كبار للسريان رغم هذه الحضارة والقوة اللي كانوا بيمتلكوا بالنحية الثقافية الثقافية هي سلطة تماما بس كان حاطين قدام عيونهم اللغة هي الأساس نشر الكلمة وعملا بوصية المسيح لأنه نحنا كنا أكتر تعمق بالكتب الروحية وخاصة لدى الأباء السريان كان دائما يفهموا العالم والتعليم كان يركز على بناء ملكوت بالسماء وليس على الأرض أنه كل شي مجد أرض بتبني سيد محل وينتهي وبعدتهم فكرة كتير حلوة نابوليون لما غزى الشرق الأوروبي وسيطر على كافة القرى الأوروبي بشكل كاسح إذا بدي أقول بهذه الفترة 1800 وما بعد بيقول أنه أنا وشارلومان بينسبة لنفسه بيقول أنا وشارلومان بنينا أمبراطورياتنا على دماء شعبنا وشعوب كثيرة بالنهاية كل شي يضمحل لما أنت بتبنيه على دم وكل شي بيبقى ويستمر لما أنت بتبنيه على الحرف والكلمة لها سبب كان تطلعنا وهيدا يمكن سأبدأ لك الإرث اللي أخدناه من أجدادنا عبقول أنه حتى لو كانت هي عبارة عن ممالك صغيرة ما قبل المسيحية كان عندك أكثر من 300 ملك ما زال هيدا الطابع بيأثر فيهم بوجدانهم بضميرهم السعي إلى نشر اللغة والكلمة بتشوف هون من خلال الاكتشافات الأخيرة وخاصة مع بعض القرن العشرين أو بالأحرى مع بعض القرن التاسع عشر وتبينت أكثر بشكل واضح بالقرن العشرين أنه كيف لقوا مخطوطات موجودة مش بس بالهند لأنه نحن عنا كمان أبنائنا موجودين بالهند لبال أبعد من الهند سواء بالنيبال ومنغوليا والصين لقوا مخطوطات بالحرف السرياني يعني شوف قديش مدى الانتشار وبتشوف الانتشار أيضا للحرف السرياني واصل أيضا لشوف الجزيرة العربية صحيح نحن نضوي على هذه النقاط أبونا كمار نحن ندخل بمحور آخر حول تشويه تاريخ السريان وبالبلاد اللي موجودة ببلاد المشرق ونسبة إلى العرب أيضا لكن مشاهدين من بعد ما ناقشنا معكم هيد الأفكار رح نتوقف مع بريك صغير ونتابع معكم حلقتنا لليوم مشاهدين عبر سوبورو تيفي متابعين معكم ببرنامجنا طوبة لمن آمن بهذا الموضوع يلي عم نناقشه مع أبونا كريلوس بابي أبونا قبل البريك كنا نحكي عن تاريخ نشأة السريان وعرفنا أنه نشأوا قبل العرب وقلت لي حضرتك أنه السريان مظلموا أنفسهم بهديك الحقبة بأنهم ترجموا الكتب وقلت لي كمان أنه الكلمة هي اللي بتدوم بتستمر والثقافة وإنما اللي بيبنى على دم يهدم ولكن هيدا الشيء اليوم ما عم نشوفه اليوم السريان يهجرون من سوريا يهجرون من العراق اتهجروا صاروا أغلبا بأوروبا فكيف هيدا هيدا المملكة السريانية العظيمة ما بقيت تستمر بحضارتها بمكانها بمكان نشأتها صح أنه نحنا ما كنا مقوقعين إذا بدؤول بهيدا الشرق مع أواخر القرن التاسع عشر ولكن عم نشوف يمكن دايما يد الرب بيحول كل شي شار إلى خير واليومي كانوا كتير من العالم يقولوا نحنا انتهينا من الوجود أنا بقول دايما ما حدا بينتهم الوجود طالما الرب معه بس اليوم عالم تخوفين من انقراض اللغة يخافوا بس اللغة ما بتنقرد لما بيكون عنا حس وتدافع من جوا نسقف ونعلم ولادنا على التعليم وهالسبب بنشوف دايما توجه الكنيسة السريانية بشكل خاص أنه عم بتضل تستمر في بناء مدارس وفي بناء جامعة مثل جامعة انطاكيا يعني بنيها سيدنا البطرك ما ننسى أنه هذا الدور رغم أنه في حروب وفي أزمات وفي تجارب وفي معركة بتحس أنه انت فايت بمعركة صح مرات بتكون هالمعركة ما أنها هي معركة لا دموية ولكن معركة بتشوف أنه في تحدي فكري أكثر من المعارك بشبهة معارك حروب صح فأديش بتشتد عليك هالحروب من هون بتعرف أنه مدى اللغة لها تأثير أقوى من المدفعة وأقوى من الرصاص لأن القلم مرات بيكون كتير قوي صح بيهز بيهز أمم وليس أمبراطورية أمم بيهزها فما بالك أنه المسيح لما نشر الكلمة قديش قلب الأمبراطوريات رأسا على العقل يعني خد الأمبراطورية الفارسية خد الأمبراطورية الرومانية خد الأمبراطورية البيزنطية بعد كتير أمثلة بس ولكن نحن ما لازم نطلع على هاللحظة الأنية بدنا نطلع لبعدين واليومي كان عندنا كناقس شبه نائية عبتنما كبرعم الصغير في الغرب بسبب الهجرة هجرة المسيحيين من الشرق إلى الغرب زاد ودعم أكتر الكنيسة لبالغرب بالانتشار أن ترجع تقوى وتظهر للعالم وتبين وجودها لبل صاروا الغربيين يتعرفوا أنه على هالكنيسة يلي كانوا فاكرين أنه لغة المسيح انقردت وانتهت لا اليوم عم يشوفوا أنه لا صار إلنا وجود إن كان بألمانيا بسويد بهولندا بأمريكا بكيفة حتى دول عالم يلي صاروا من خلال السوشيال ميديا من خلال الوسائل التواصل عبر الانترنت كشف وسهم أكتر اللي كشف هالحقيقة من بعد ما هي كانت شبه رح تنقرد أو تصير تحت التراب طيب اليوم أنا بدي أحكي عن بعض الجهات الرسمية يلي عب تنسب تاريخ البلاد الموجودة بالمشرق للعرب على الرغم أنه إحنا أكدنا حاليا أنه السريانية هي أصل هذي البلاد اليوم شو من رد على هذي الجهات يلي عب تنسب هذي الدول للعرب أبسط مسأل بعطية وهي معروفة عند المؤرخين دماشق هي أقدم عاصمة في العالم ولي بنيها هن السريان اللي كانوا موجودين ولاد هالمنطقة مش بس دماشق خد عنجر يلي هي كانت تسمى صوبة خد بيروت يلي هي كانت مدرسة للحقوق بفترة كل العهود الأمبراطورية الرومانية حتى مع دخول بيزنطيين خد بعض مثل جبال بايبل بيبلوس اللي هي كانت دور إلا لنشر الكتب والأبجدية للحوض البحر المتوسط أنت لما بتحكي حوض البحر المتوسط يعني كأنه سيطرت على العالم كان عندهم انتشار حتى بقرطاجة لمازالت لهلة من الأحرف اللي استنبطوا من الحرف السرياني موجودة حتى بقرطاجة بتونس لبل موجودة حتى بجزائر وحتى بالمغرب وصلنا إلى ترشيش إسبانيا ولكن بعض عبيبين بعض البقايا من هالأمور الأثرية حكينا عن دماشق ومنحكي كمان أيضا حلب كمان هي من بتنافس دماشق ولكن دماشق هي الأقدم عم نحكي عم نصور هيدا الشرق ككل بعطيك أمثلة عن إشا موجودة بشبه جزيرة العربية خد مثلا الرياض رياض بالسريان هي ريس ما كان على الضاد توضع نقطة كانت هي اسمها ريس فشو معناتها ريس أو رياض لأنه هون بالسريان مرات بتجي الألف ساكنة مرات ما بتلفظها بتستعيد عنها بالياء فهن أبقوا على الحرف الألف وبقيت الرياض الرياض ما كانت الممتع بعطيك مثل مثل تاني الطائف الهمزة ما كانت موجودة باللغة العربية وجدت فيما بعد الهمزة كانت هي بديل عنها هي الياء وعندك أنت اليوم إذا عندك فعل بالوسط في ألف وبدأك تستخدمه بالفعل المضارع هي قوئيم بس ما بتلفظها قوئيم بتقول قوئيم وهون الطائف الطائف معناتها المنطقة العالية عندك مثلا ضايع في لبنان مرة كنت عم بسألوا لدي ضايع وشو معناتها رش مية الرش مية معناتها رش ماي هي تعني ريشود مايو أو النبع العالي عندك كلمة مثلا كويت دولة كويت جاي من كلمة قيوثو قيوثو معناتها المنطقة الحارة عندك قطر كان يقولوا دايما بالمخطوطات السريعين باث قطروية قطروية يعني مكان العنيف أو كان يصير في مشاكل عندك باث حرين باث حرين هو بحرين دمجوا لغوا اليقوى التق مرة بدك تدمجوا مع بعضها حطوها بحرين بحرين كان كمان أيضا خلفات ونزاعات يعني مشوف الوصول السريعين إلى وين بتشوف بأنه في كتير أماكن غير موجودة باللغة العربية المقلة معنا خد مثلا بعتك مكة هي الأرض المنخفضة كانوا يكتبوا مكة كتة مثلا يحطوا مرتين الكاف بعدين قاموا العرب فيما بعد دمجوا كل حرفين مكرر بالشدة ممكن هذا دليل اليوم واليوم بتشوف مكة هي المكان المنخفض يعني بتنتقل مثلا إذا بدك تقول من جدة إلى مكة أو إلى الطائف بتشوف الطائف هو المكان مرتفع جدة مكة منخفض يعني هالتسميات ما أوجدت هيك عن عبس ولبال العرب نسوا يغيروا هالتسميات لأنهم ما قدروا يغيروا أسميه ما في هذه الثقافة أبونا بالأصل لحتى يقدروا يغيروا شيء يعني هذا أكبر دليل اليوم على أن هايدي البلاد اللي موجودة بشبه الجزيرة العربية شكلت ثقافته وشكلت مذهب ديني خاص فيها نتيجة هايدي تمام قديش اليوم بدك تحاول تحرق كتب وطمس للتاريخ بس ما قدروا يغيروا أسمي مدن دماشق بقيد دماشق بيروت بقيد بيبلوس يلي هي جبيل يعني في كتير تسمية وحتى عند العرب ببعض المناطق عندهم لبل مش بس أنا بدي أستشهد بالمناطق الموجودة عند شبه الجزيرة العربية لبل في كنائس وجدت حتى بالإمارات حتى بالبحرين حتى بقطر حتى في السعودية وحتى في الكويت في كتير أماكن بتشوف أنه كان في نشر للغة السوريانية بهديك الفترة صحيح طيب أبونا اليوم ليش صارت اللغة السوريانية محصورة بالإيتورجيا ليش عم نخاف نحن أنه تصير نوصل لزمن بس تصير محصورة اليوم بين جدران الكنائس ليش عم نخاف اليوم أن هي تنقرد شو اللي خلاها تنحصل بهيدا المكان لسبب أنه في بعض التوجهات اللي كانت موجودة عند السلطات المدنية أنه كانوا يخافوا أكتر شيء من اللغة لأنه لما بتبلش اللغة تظهر للعلن بيعتبروا أنه رح يوصل الوقت تنفضح وتنكشف المسطور وما هو خفي عبر هالقرون سيصبح معلن أمام الجميع لهيك بعد السلطات اليوم صارت تجزم بالموضوع وتمنع نشر القومية أساساً خد أي لغة بالعالم فيك تفتح مدرسة تعمل تحضر صاف إن كان لغة اليابانية اللغة الألمانية الفرنسية الإسبانية الإنجليزية اللي بدها كيف تعمل إلا اللغة السوريانية يلي هي بيخافوا منها لأن الحضارة العربية ما جابوا لشي من عندون شي جديد هي لقدوا يبنوا الحضارة العربية بنوها على إرث الحضارة السوريانية والفارسية والبيزنطية طيب اليوم شو تدريل بين إيدينا؟ لأنه اليوم الكنيسة ساهمت بحرق كتب حرقة كتب حرقة كتب كتير من الوثائق اليوم دكتلي أبونا أنه هدول موضوع علاقة بالتاريخ الوثني أو شي موضوع بس هدول وثيقة اليوم بتأثبت تاريخ هيدا الشعب اللي بتنتمي لأله هيدا الكنيسة أو هيدا التاريخ يعني إذا منرجع اليوم لكتاب بجولة مع مخطوطات سريانية مباثرة من تأليف يوسف القصة عبدالأحد البحزاني نشر عام الـ 94 بالصفحة 39 هون مذكور هيدا الموضوع وجاء تحت عنوان وقوف الأب إليانو على مخطوطات الموارنة السريانية والكرشونية قائلا شخص الأب يوحنى إليانو إلى دير قنوبين واستكشف عما فيهم المخطوطات فكان عنده عثور لأيلون هدونة يشوف فيهم اختلاف بالعقيدة يشوف فيهم اختلاف بشي أمام مرأة جميع ورؤساء الكنائس يتم حرق هيدا الكتب طيب اليوم الكنيسة ما ظلمت هيدا التاريخ ما حدا بينكره أنه ما في ظلم بالتاريخ دايما التاريخ بيبقى ظالم والحقيقة هي اللي بتعطي العدالة للشعوب اللي بدي إليك أنه مش بس الأب إليانو حتى الدنديني لأنه مرأتي على مرحلتان كانوا إذا بيشوفوا كتب بتعود للكنيسة السريانية المشرقية إذا بديقول كانوا يتم تألفوا حرقة وكانوا يعملوا عليها حفلة وهيصة وفرح وتهليل وزخريت أنه عملوا شيء إنجاز أنه حرقوا كتاب لبل أنه هذا كان شيء موجود لأنه بعد بقلك دايما ويمكن ببعض الأحيان بذكرة أنه دايما كانوا عندهم سياسة القمع أو الحرق الكتب لتمحي هوية وجزور تاريخ بدك تحرق وتبيت كل شيء إذا ما قدرت إذا هجرت شعب ما بيكفي غير إنه تحرق كل شيء مخلفاته كاميرا أيضا وهذا الفكر فكر مازال كان موجودة بالشرق عند الوسانيين وتأثروا فيها الشعوب أخرى يعني يوم الكنيسة ساهمت بطمس التاريخ كانت في محاولة لإبادة كان في حول حول كمان حرق الكتب لأنه إنت لما بتحرق كتاب عم بتحرق هوية صحيح تاريخ ثقافة فن حضارة كل شيء اللي بنو أجدادنا وعبي تنقلوها كانوا عبي تم إبادتها أنا بسميها إبادة كانت شبه إبادة لأنه كان تقضى على ضايع ورا ضايع وهذا للأسف لأنه ومنشكر ربنا أن الصلوات اللي كانوا يرفعوها أولاد الكنيسة واللي كانوا عبي يصبروا أنه يجي نهار وتنكشف الحقيقة لما وصل الأمر بالنهاية أنه قدروا الشرق شوية تواصل مع بعض ويفتح جسر الحوار يمكن هذا الحوار كان صعب كتير تيكون من القلب إلى القلب يفتحوا عبعضهم خاصة لأنه عم نقول نحن الشرق كان تحت السيطرة لفترة الخلافة الأموية والعباسية والفاطمية والعثمانية فأي واحد كان من الشرق إذا بديروح للغرد كانوا يخونوه فلذلك هذا شيء أثر بسبب أن الصراع المحتدم بين الشرق والغرد سبب وزاد أكتر من وطيرة الخلافات من غير شيء كانت موجودة هالخلافات من قبل مع مجمع خلق الدنيا 450 واتفاقم أكتر وزاد من حدته لأنه ما كان فيه جسر حوار والطلاقي والتواصل لحتى يرجعوا يستأنفوا الحوار بين الكنائس بين بعض وبعض كان سبب ردة الفعل لجوء إلى أسلوب آخر هي بفكره نشر الثقافة الغربية والفكر الغربي واللهوت الغربي وطمس ما هو شرقي بشكل بحث وأنا إذا أقول لك شغلة أنه كثير من الشرقيين للأسف بيخافوا من ناحية أنه نحن مستوينا منا مثل مستوى اليونان والغرب ليش؟ نحن كان عنا جامعات أكتر من عشرين جامعة بالشرق وهي كانت تضوي على أمور كثيرة مش بس كتب مقدسة وليس فقط تاريخ حتى طب فلسفة وشعر ونثر كان عنا حتى الفلك صار فيها طمس صار فيها حرق بسبب عندك غزوات كثيرة بتسمية كان حملات الفرنج السريان وقعوا بمطبة أبونا وقعوا بين البيزنطيين كمان كانوا متهضين بيزنطيين وقعوا بين حملات الإسلامية والإسلامية وجامعة هلاكو اللي إجوا من الشرق فهذا كله سيهم بحرق مكتبات وإن كان بطريقة مباشرة عن قصد أو غير قصد كان عم يتم تدمير كل شيء تماما أبونا إحنا رح نتابع بالنقاش ورح نحكي إذا سعينا المملكة السماوية اليوم هل يترى هذا بيخلينا ننسى أن نترك شيء لأحفادنا بالأيام ولكن هذا الشيء رح نناقشه معكم مشاهدينا عن موضوع سعينا المملكة السماوية بيمنعنا من أن نترك أثر أو بصمة لإلنا على الأرض لحتى اليوم أحفادنا يقدروا يحافظوا على هذا الإرث ببلاد المشرق للسريان وتجزرهم بهذه المناطق ولكن من بعد البريك عودة من البريك مشاهدينا وطوبة لمن آمن متابع معكم على شاشتنا سوبورو تيفي ولكن لحتى نناقش بإيماننا القويم ولكن اليوم عم نحكي عن قوميتنا وفكرنا السرياني هاليوم رح نحكي عن كذا نقطة وكذا محور بالإيمان القويم أبونا يمكن اليوم بالإيمان القويم اعتدنا نحكي عن إيماننا الداخل ولكن اليوم عنا كذا نقطة بدي ضوية عليها بموضوع الإيمان القويم هل ديعتبر اليوم وصمة عار على السريان أنه نهاجروا من البلاد يلينا متجزرين فيها أو لا نحن ممكن نراعي الظروف بس تخلوا عن هذه الأرض وهنا دليل على وجود حضارة كمان بهذه المنطقة صح أنه الظروف كانت كثير صعبة والعالم كانوا مهيئين لما هو قادة صح وكثير من العالم انصدموا لما شافوا الحروب والويلات والمجازر ما فينا نحن نشمل الكل ولكن في ناس أثرت على نفسهم لما شافوا أولادهم يقتلون أو أولادهم راحوا سباية وما نعرف عن مصيرهم في عالم أسست بنيت إذا بدأي أقول بيوت ومؤسسات وشركات اختفت بلحظة في عالم يمكن هذا السبب بحط أول سبب رئيسي أنه دايماً لازم يفهم المسيحة أنه نضطهد من أجل اسم المسيح وما كان على الأرض ليس فقط بهالعصر أنه بس المسيحي كان مضطهد كثير من الشعوب اللي هنا غير المسيحيين كمان اضطهدوا بس اللي بيعطينا أكتر فرح وعزاء ورجاء هو الإنسان اللي بيبقى متمسك بالكتاب في كتير عالم لحظت فيهم الإيمان الإيمان اللي كان موجود عندهم يمكن أقوى مني كمان حتى كانوا هني مازالوا لهلا رغم الضيق رغم الحصار بعد الأمور اللي كانت ضيق عليهم رغم مرات القهر والزل بقيوا موجودين بالأرض مفلوا من أرضهم وإذا صار في وضع هجرة أنا كان رأيي وهذا بيبقى رأيي شخصي كان المفروض على الشرقيين من أن يهاجروا إلى الخارج أرض أجدادهم أرض المشرق كان بالقليلة يكون في هجرة مرحلية تكون هي هجرة داخلية بقلب وطن الواحد من أنه نترك أرضنا ونفل للخارج ونكون مرتهنين للأيام الغير واضحة صح أساسا أننا حصلنا بالأيام الغير واضحة تماما يعني هلأ أوكي بيقول لك العالم كلهم تغربوا لبره بس اليوم على وضع كورونا يعني تقول كأنه حرب من نوع آخر حرب بيولوجية إذا بدأقول تمام فوما تغرب الإنسان بيحس حاله كمان أنه مقاوقع ضمن بقعة واحدة حتى لو كنا نحب الأرض ما نحن ما ارتفعنا للسماء بعضنا موجودين على الأرض لذلك أنا كان رأيي وأن يكون في هجرة داخلية بقلب وطن الواحد من أن يكون عم نشجع ونساهم لترك البلد ونكون في الطرف الآخر تماما أنا أبونا قبل ما انتقل لسؤال فقراتنا شو في الشخصيات اليوم هي غير عربية ونسبة العرب لأيام كتير بسيطة معروفة بالكتب الأدب خود ابن المقفع هو فارسي دخلوه صار هو عربي ابن خلدون بربري من صوب المغرب والجزائر كمان دخلوه صار هو عربي ما بعرفه ممكن بوكرا بيطلع شاكسبير كمان بيطلع غير يمكن فولتير ثورجي وغيره بيطلعوا كمان هوله هيدا هيدا المعدة التاريخ يمكن بيكون يا بيو يا جدو يا ستو كمان بيكون هنا أصول عربية يعني وفي إذا بدقول كأنه السرقة وكأنه بيطلع بالآخر كمان يمكن هني اللي اكتشفوا أمريكا قبل كليسوف كولومبوس ممكن كتير إشياء لأنه إذا وصلوا بالغزوات لإسبانيا ممكن كمان هديك المناطق أبونا أنا بالإيمان القويم دائما بترك سؤال له علاء أبي إيماننا اليوم يسوع أن مملكتي ليست في هذا العالم ولكن نحن عم نحكي عن تاريخ بكرة لأحفادنا وولاد ولادنا بالأيام يبقى لهم أثر يقولوا نحن أجدادنا يلي هن عمرهم آلاف لسنين عمرهم عمر بهيدي الأرض موجودين بهيدا المكان طب هل سعينا المملكة السماوية اليوم بيجعلنا نسكت أو نصمت وقت حدا بينكر البعض وقت بينكر البعض سريانية هذه البلاد بيخلينا نسكت بيخلينا نسكت لما نحن منضعف يعني اليوم نحن ضعفاء ونكون ما عم بقصد أنه هلا ضعفاء بيشجعنا أي أكتر أنه نسكت لما ما بيكون عنا عنا كم من المعلومات لما منوقف عن الكتابة لما منوقف عن القراءة لما منوقف عن الدور الثقافي والفان لأنه اليوم الفان إذا بدي أقول لك إيها والموسيقى كيف قدروا نشروا اللغة تأحكيها واليوم هي دور الكنيسة اليوم عم بتقوم بهذا الدور بشكل فعال ليش تقدروا نشروا اللغة السوريانية إن كان بالشرق قبل ما هلا نحن نشوف وضع الغرب كيف هو نشروا من خلال الموسيقى والفن ليش لأنه من خلال الموسيقى والفن كانوا استخدموا الأباء الطرق المبسطة بفن الأيقونات بشكل بسيط ما نمعقد ما فيه كتير تعقيدات بينما بتشوف الفن البيزنطي والغربي كان أكتر يركز على الألوان الدهبة والمجد والعظمة نحن كان عنا طريقة للرسم للتعبير بطرق كتير سلسة وسهلة وبسيطة مبسطة ما فيها كتير تعقيدات بتشوف حتى إذا بدنا نحكي على الموسيقى السوريانية هي بسيطة وقريبة شعبية قابلة للنشر بشكل سريع خد الألحين الرحابني خد الألحين زكي نصيف كان عنده كتير سهل أنه تنتشر بين العالم وتضوي على اللغة السوريانية لبل على الثقافة وهوية شعب هلا هيدا الدور هو اللي ساهم بنشر اللغة واليومي الكنيسة بالغرب من خلال الجمعيات من خلال المدارس لأنه نحن عنا هدف لما بيبنوا كنيسة إلى جام كنيسة كان يبنوا مدرسة إن كان هي تكون مدرسة مصغرة كليركية صغرى بتهيئ الطالب لحتى ينتقل كليركية الكبرى لما لعبت هذا الدور دور أيضا اللي لعبته الكنيسة هي بإيجاد مدارس للحرفيين من هم نشوف إن كان بالهندسة بالأمور الفن الخشب لها السبب بتشوف الحضارات اللي مبنت بالشرق بعد عبتبنى مدينة نينوة وبابل بالوقت نفسه بتشوف اليونان وبلاد أوروبا ما عندون بناء حضارة لأنه بعد ما ظهروا على العلن وبتشوف أيضا إنه هيدا النزاع ما زال مستمر والمزيحمات إنه مين بدي يبين للعالم أنه هو الأقوى وإلوه هو وجود بيبين إنه من خلال الثقافة من خلال الفكر من خلال المؤلفين من خلال الكتاب من خلال شعراء فكلما عمقنا نفسنا وشجعنا أولادنا وهيدا الدور اللي عبتلعبه الكنيسة بالغرب إنه عم نرجع إنه أول لغة ونزيد الغير والحماس بقلب نفوس شعبنا يلي عب يكون له دور أكبر في وضع مداميك حتى بالغرب وهون عب يكون دور الدعاية أكتر لنعرف العالم على اللغة السوريانية بشكل عام جزورة وتأصلة مع التاريخ هنن بالنسبة إلي بنوا لقلون حروب وأطماع لإرث أمبراطوريات ومجد أرضي نحن بنينا لنا الحروف لأنه المسيح بنى وأسس مملكته بالكلمة إذا أبائنا كان يلقطوا الألم والريشي اللي يكتبوا الحرف ما منقول أنه نحن منندم على الساعة يلي نشرنا فيها اللغة وكان إلنا دور كتير كبير المجبس بالشارع حتى للعالم صحيح يعني وما إحنا منقلهم للعرب يلي عم بيحاولوا ينسوا في التاريخ للسلطات اللي عم تحاولوا تنسوا في التاريخ أنه في قلم في حرف وفي تاريخ وهيدا الحرف السرياني اليوم أبونا ما حدا رح يقدر يمحي من هيدا البلاد المشرقية مهما حاولوا يشوفوا بهيدا التاريخ لا كلمة بتنقال على التليفزيون ولا بتنشر على الإنترنت ممكن تغير بالتاريخ اللي عمره ألاف السنين من آخر شي الحجر الموجود بهيدي البلاد بيحكي عن سريانية هيدا البلاد أكيد نحن نرجع من ضوء على دور الكنيسة اليوم السريانية الأرتوديكسية عم تحافظ على دور هيدا اللغة خلينا أقول أبونا ببلاد المخترب اليوم عن طريق المؤسسات اللي ذكرتها أبونا أبدأ تشكرك يمكن الموضوع بحاجة لحلقات كثيرة نحكي فيه حتى إذا فينا نضوي على نقطة كثيرة صغيرة حتى الكتاب المقدس وخاصة عهد الجديد والأنجيل كتبت بالحرف السرياني يلي هو كان أنه دور ينقل ويترجم هالكتب والمخطوطات القديمة من التوراة وغيرها إلى اللغة السريانية فيما بعد تم نشر للغة اليونانية صحيح أبونا أبدأ تشكرك أنا مثل ما تنجد نحن بحاجة كثير حلقات أوقات بحس حالنا عم نظلم فكرة معينة لحتى نضوي علي أكتر أبونا أربان كيرلوس بابي مدير دائرة الشؤون القانونية والمحاكم الروحية ومدير المقر البطرييركي في العطشان لبنان تاودي ساقي بارخ مرنج تاودي لخ كارك شكرا لك مشاهدين رافعناكم بهذه الحلقة على أمل أن نكون وصلنا الفكرة اللي لازم توصل والرسالة اللي لازم توصل عنها حلقات كثيرة ومواضيع جدلية كثيرة نحكي فيها من هون لوقتها الله معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة